نجدد عليكم التحية في ثاني محطاتنا في هذا الصباح تفتتح كلية إنعاش الأسرة برنامج دبلوم اللغة الصينية الأول من نوعه في فلسطين ضمن سعيها لتطوير برامج الدبلوم المتخصصة وإضافة تخصصات جديدة وأكاديمية وذلك بالتعامل مع مهد كونفوشيوس في جامعة القدس أبوديس طبعا أهلا وسهلا فيك ومنصبع عليك دائما أكيد أستاذة مارلين نوح عميد كلية إنعاش الأسرة صباح الخير لكم جميعا نتحدث عن فكرة البرنامج هيك بداية فكرة البرنامج إجت من أنه إدارة كلية إنعاش الأسرة في الفترة الأخيرة ارتأت أنها تبلش تفتح تخصصات هاي التخصصات ما تكون مكررة في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين زائد أنها تكون تخصصات مطلوبة للسوق العمل فلما فكرنا فكرنا أنه اللغة الصينية هي من اللغات اللي أوروبا أمريكا دول العربية المحيطة زي الأودان مصر عم بتبلش تطرحها في مؤسسات التعليم العالي وما زال ما عندنا هذا الطرح موجود في فلسطين بالإضافة أنه القوة الاقتصادية والقوة السياسية كلها عام تتجه حاليا أن ظهرها إلى سين ففكرنا أدي مفيد أن نطرح هذا البرنامج لحتى أن نجهز طاقم من الكوادر من الخارجين القادرين أنهم يتعاملوا مع اللغة الصينية بإتقان أكيد هنا أخذتوا كل العوامل اللي ممكن أنها بتساعد وبتحفز أنكم تقوموا بهذا الدبلوم ولكن التحدي الأكبر كيف يمكن أن الطلاب يستسهلوا هذه اللغة وهي اللغة ليس سهلة سواء في الكتابة وفي الكلام ومخارج الحروف وكل هذه القصص كيف يمكن أن تخوف أنكم أيضا تقوموا بهذا الدبلوم وتطرحوا في الجمع؟ مضبوط عندما فكرنا أن نطرح اللغة الصينية لدينا واجهتنا كثير تحديات من أهمها الطاقم الذي يريد أن يدرس لأنه أنت تعرف أن اللغة الصينية ليست لغة دارجة لنا والتالي مين رح يدرسوا الطلاب عشان هيك فكرنا أنه نتعاقد مع ماها تكون فوشوس مع جامعة القدس أبوديس لحتى نستعير أسازة صينيين الأصل عندهم مهارات عالية في تدريس اللغة الصينية لغير الصينيين تنيا بالنسبة للغة الصينية هي مضبطة من اللغات الصعبة كعالميا ولكن هي مش أصعب من اللغة العربية طبعا في الدراسات أثبتت بأنه الشعوب العربية بتقدر تدرس اللغة الصينية بسهولة مقارنة بالشعوب الأخرى لأنه أردي اللغة العربية هي أصعب من اللغة الصينية بالإضافة زي ما حكيت أنه وجود أسازة عندهم خبرات ومهارات وصفات فيهم بقدر أنهم وصلوا اللغة الصينية بطريقة سليسة وسهلة لغير الصينيين هذا أكيد بساعد أنهم الطلاب يجتازوا اللغة بكل سهولة خلينا نحكي شوية عن تبيعة البرنامج يعني هذا دبلوم مش بسيط فما بعرف شخنا كب من صورة بس احكي لنا أكتر عن تفاصيل هذا البرنامج كلية إن عاش الأسرة ستطرح اللغة الصينية على مسارين المسار الأول هو الدبلوم أخذنا عليه ترخيص من هيئة الجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي لما بنحكي عن دبلوم يعني بنحكي عن أربع فصول دراسية متواصلة بتخرج الطالب بيحمل شهادة دبلوم متوسط وبدو يقدم امتحان شامل بعدها طبعا أي طالب بجتاز امتحان الشامل وبعد هيك بجتاز امتحان اللغة الصينية هو عنده منحة أخرى لدراسة اللغة الصينية تتم في دولة الصين وانا ما يتبعه لأنه سنتين أربع فصول بلغة صينية كمان يتبعه كمان دراسة إذا هو بيحبه وكان متفوق في اللغة أخذنا منحة من المعهد ومن الحكومة الصينية أنه يكمل هذا الخريج سواء كان طالبات أو طلاب لأنه الكل يعرف أنه إن عاش الأسرة هلا حاليا إحنا صار في عنا دكور وإناث فهو يستطيع أنه يذهب إلى الصين يكمل كمان سنتين وتواصلات ويصير عنده بكالورس لغة صينية وهذه منحة هي مغطاة التكاليف كاملة أكيد من هنا بنحكي اللغة كمان هي بحر وكنز وأيضا غموض كبير واحد يتعرف عليها شوية شوية يتعرف على ثقافتها ومعهد كونفورشيس يعني كونفورشيس هو أصلا حدا صيني عنده مبادئه وكتب تدرس بمبادئه فأيضا حلو من خلال هذا الدبلوم بجانب اللغة الصينية التعرف على هذه الثقافة الأخرى وتفتح مدارك عقل الطالب كمان برنابج الدبلوم هو زي ما حكينا سنتين أربع فصور رح يكون فيه تدريس اللغة الصينية ضمن منهج عالمي بالإضافة أنه رح يكون فيه مواد تدرس عن تاريخ الصين ثقافة الصين كل ما يختص في الصين فالخريجي بيطلع هو عنده الكلشر الثقافة الصينية بالإضافة للغة وعشان أكمل بالإضافة لمسار الدبلوم لأنه عم بتوصلوا فينا مش كلهم بيقدر أنهم يدرسوا سنتين حاليا لأنه في ناس أوردي معهم شهادات علمية فيه تجار كتير عم بتواصلوا معنا ففتحنا مسار آخر وهو دورات اللغة الصينية هاي الدورات هي لغلز مستويات مستوى أول تاني ثالث كل مستوى شهر فبيقدر الشخص اللي عنده شغف في اللغات أو فيه عنا تجار كتير عم بوصلوا الصين ستة وسبع مرات بستنى فبإمكانهم أنه يلتحقوا بهذه الدورات في الدورات هاي رح تكون أيام جمع مسائية صباحية بناء على المسجلين وأوقاتهم الخاصة إنه ناسب وقت التجار هل في فترة معينة للالتحاق بهذا الدول؟ إحنا بلشنا أردي إعلاناتنا تنزل والتجيل مفتوح لنا من بعد نتائج التوجيه ورح يتم التجيل لنا مفتوح لتقريبا نص شهر تسعة اللي هي بداية العام الدراسي الجديد جميل والحلو اللي بميز كمان يعني قلت بجانب الدبلوم أيضا الدورات يعني مش فئة معينة محصورة يعني هم موجه لجميع الفئة صحيح الدبلوم طبعا فيه إلو شرط اللي هو أنه تكون الشخص معه وتانوية عامة بالضغط أكيد ما بيقدر أي شخص يقدر أي شخص يلتحقها بغض النظر إيش تحصله العلمي جميل كيف بتساعدوهم ويعني بتدعموهم ما بعد ذلك يعني ما بعد الدبلوم نحكي عن طلاب اللي يحبيني لتحقوا بهذا الدبلوم شو الخطوات إحنا بشكل عام في عنا وحدة توظيف بنتواصل مع خرجينا بكافة التخصصات اللي بتطرحها كلية إنعاش الأسرة وبما فيهم رح يكون دبلوم اللغة ستينية بأنه بنجسرهم مع سوق العمل الفلسطيني بناء أن وين هم مساكنين إيش المواصفات عند الخريج طبيعة العمل اللي يحتاج الصيني وطبيعة العمل أكيد 100% فأكيد فيه عنا إحنا جسر بربطنا مع خرجينا بشكل عام سواء الخرجيين اللي حاليا أو الخرجيين القدامى بحيث أن احنا بنساعدهم بنوجههم لأماكن العمل جميل جميل يعني بجانب هذا البرنامج دبلوم اللغة الصينية نتحدث أيضا عن كلية إنعاش الأسرة أكثر والبرامج اللي عم بتقوم فيها حاليا كلية إنعاش الأسرة هي أهم النجاحات اللي حققتها جمعية إنعاش الأسرة أنه تم إنشاء هاي الكلية بنطرح برامج الدبلوم في التمريد العلاج الطبيعي السجلات الطبية والحمد لله حصلنا مؤخرا السنة المضت على أول دبلوم كمان في فلسطين دبلوم اللغة العبرية وتوافقنا السنة أنه هاي أخدنا أول دبلوم لغة صينية في فلسطين سنة جاي فلسطين لا نواقف لغات نواقف لغات في عنا كمان مركز أكاديمي إحنا موجود في الجمعية منطرح من خلاله العديد من الدورات في عنا دورات من التمانينات زي الخياطة والتجميل والطارة والسكرتاريا وتربية الطفل وفي عنا دورات حديثا استحدثناها بناء على حاجة سوق العمل برضو زي التصوير والمنتاج والإخراج وعنا حاليا دورة جديدة دورة الشئف فإحنا الكلية عم تتطور في فتح تخصصات جديدة في مجال الدبلوم وأيضا المركز عم تتطور في فتح تخصصات دوراتي جديدة وبالإضافة أنه كمان انجحنا السنة اللي مضت في أن احنا نفتتح أول دورة في فلسطين دورة رعاية مسنين أنه نخرج كوادر تكون قادرة تتعامل مع المسنين في البيوت أو في المراكز أو في الجمعيات الغيرية حلو أنه في هيك استقطاب كمان لجمهور مختلف يعني كل التخصصات المختلفة بتجمعها هالكلية طيب نحكي شوية عن جزئية اللغة العبرية اللي قلت أنه افتتحته كمان هذا التخصص المشابه وكان فيه إصدار تراخيص جديدة لبرامج أكاديمية جديدة كمان نحكي أكتر عن هاي التفصيل وهذا البحث أو السعي الدائم عن التطور صحيح بالنسبة لللغة العبرية زي اللغة الصينية يمكن هي أكتر حاجة لإنا فيه خصوصية للمجتمع الفلسطيني بالنسبة لللغة العبرية أنه كتير من معاملاتنا وأراقنا وحياتنا وصبل أنه لازم نتواصل مع الجانب الآخر فجهلنا في اللغة العبرية عم بأخر أن إحنا نتقدم فطرحنا للبرامج هو مش تطبيع بقدر ما أنه عم بأخر علينا كتير يعني إذا دخلنا وزارة الصحة في عنا مشكلة أنهم ما بيعرفوا في عبري وفي كتير من المعاملات لابد أنها تكون مع الجانب الإسرائيلي على الجسور نفس الشي في الجمارك نفس الشي في الترخيص نفس الشي معرفة لغة العدو معرفة لغة العدو يعني إحنا ورد تأخرنا كتير في الموضوع أن إحنا نطرح كمؤسسات تعليم عالي دبلوم اللغة العبرية الحمد لله قدرنا أن إحنا نستقطب أسازة من الداخل الفلسطيني وإلقنا أنه كمان في عنا هون كمان في كفاءات عالية جدا والحمد لله في عنا طلاب خرجنا السنة أول دفعة دبلوم اللغة العبرية صار لهم في منهم شهور عم بيشتغلوا في سوق العمل مش بس في سوق العمل الفلسطيني كمان في سوق بره يعني بعض الدول العربية اللي بيتلاقي أنه في شغل بينهم وبين ترجمة فورية أو ترجمة أخبار فعم بيشتغلوا طلابنا الحمد لله أون لاين هم مستل يعني ما سهلوا في مرحلة التخرج والعبري إحنا فاتحينه مسائي ويوم سبت لأنه معظم طلابنا موظفين اللي إنا أنهم أكتر هم موظفين بدهم يكبروا شغلهم أو بدهم يضيفوا على الكفاءات اللي عندهم فإحنا هذا البرنامج مسائي بعد الثلاثة ونصف تحديدا العبري يتوقع سيني رح يكون نفس الشيء زائل أيوم السبت لأنه يوم السبت هو معظم الموظفين جميل طب بالنسبة لبرنامج اللغة السينية دبلوم اللغة السينية يعني نحكي أكتر مثلا فيه موقع إشيء تسجيل طريقة التسجيل طريقة التسجيل طالب لا بد من الحضور شخصيا على مقر الكلية بيستفسر عن أي شيء بده عن الأقصات إذا حدا بده سكان لأنه عنا سكان داخلي للطالبات كل الاستفسارات بنقدر أنه نجاوب فيها عليها إما من خلال المسنجر الكلية الويب سايت أو من خلال الحضور شخصيا على مقر الكلية وطبعا جوالاتنا موجودة على الموقع وعلى الفيسبوك بيج الخاص للناس ما بتعرفوا الموقع الكلية وين؟ موقع الكلية البيرا شارع سميحة خليل بجانب المسجد العمري يعني مشهور في قلب مدينة البيرا يعني أي حدا مش نبرره مالله أكيد ممكن ما يعرفه أكيد أهلا وسهلا فيك دائما مارلين خلينا نحكي عن الطلاب هدول يعني عندكم ثلة من الطلاب المختلفين وقلت أنه في سكن داخلي وإلى آخر هي خلينا نحكي عن الطلاب اللي عندهم وضع خاص اقتصادي أو معيشي هل في مساعدات تقدروا تقدموها؟ جماعية إنعاش الأسرة بشكل عام معروف أن هي من المؤسسات اللي بتدعم الأسرة الفلسطينية واسمها معها زي ما يعرفه صح مية بالمية فطلابنا عدد كويس منهم هما من الحالات اللي هي خاصة خلينا نحكي من العائلات المستورة من الطلاب اللي ما بيقدروا يدفع أقصاتهم عشان هيك إحنا طبعا لكل التخصصات سواء دبلومات أو دورات في عنا مساعدات لطلابنا إحنا أي طالب بيسجل عنا معدل فوق التسعين بيكون عنده إعفاء كامل من القصة فوق التمانين نصف القصة إعفاء وأي طالب بتفوق عنا في المسار الأكاديمي بغض النظر إيش معدل والتوجيه بياخد إعفاء نصف القصة أو القصة كامل حسب كمان شو ما عدلوا عنا بالكلية بالإضافة أنه في عنا مساعدات لطلاب هم مش متفوقين بالتوجيه وما تفوقوا بالكلية لكن عندهم وضع اقتصادي معين فإحنا كمان هدول بدخلوا على في عنا قروض وفي عنا منح في طلاب بيكون وضعهم المادي وسط فلا يستحق المنحة فمنعطيه قرد ولكن القرد بعد هيك بيسدده للصندوق عساسي يظل الصندوق هذا مستمر ويساعد طلاب تاني أكيد طبعا نتمنى لكم دائما التوفيق ومزيد من هذه البرامج المتنوعة والتي تستهدف أكثر من فئة وإن شاء الله خصوصا دبلوم من اللغة الصينية هيك في السنة الجاي نشوف نستطيع أحد الطلاب إن شاء الله ومشكورين على هذه الجهود ونستطيعها دائما شكرا لكم شكرا لك مارلين مارلين نوح عميد كلية إنعاش الأسرة ولكل العاملين في إنعاش الأسرة هذه العلم الموجود بمارلين تلبير فخورين فيكم دائما نذهب وإياكم مشاهدينا إلى فاصلا قصير وبعدها نستكمل رشوارنا الصباحي ابقوا معنا